تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم العشرة ملايين وسط أهب السلطات الصحية في دول عدة لموجة ثانية عشرة ملايين مصاب ونصف مديون حالة وفاة من كان يتوقع هذه الأرقام عندما ظهر فيروس كورونا لأول مرة قبل نحو ثمانية أشهر في مدينة ووهان الصينية تاتي هذه الأعداد المخيفة بينما تخفف دول عدة كالمملكة المتحدة من تدبير الحد من اتشار الوباء ودول أخرى كألمانيا التي تعاملت بصورة جيدة مع الموجة الأولى ترى ارتفاعا حادا في عدد الإصابات الجديدة في إسرائيل تستمر السلطات الصحية بتجهيل حالات إصابة جديدة يوميا ما يجعل سيناريو الموجة الثانية أكثر واقعية الفيروس يرفع رأسه في جميع أنحاء العالم لقد تجاوزنا عشرة ملايين إصابة ونصف مليون وفاة لا أعرف ما إذا كانت هذه موجة ثانية لكن أعلم أنها موجة صاعدة تضطر العديد من البلدان التي رفعت القيود إلى إعادتها للحد من انتشار المرض الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من ناحية عدد الإصابات والوفيات مع أكثر من مليونين ونصف المليون حالة كوفيد-19 وأكثر من 125 ألف وفاة ما جعل الدول الأوروبية تبقيها خارج قائمة الدول التي يسمح لمواطنها دخول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من بداية الشهر القادم ثلاثة أشهر بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا وباء عالمي ويوجد على الأقل 254 عقار و172 لقاح قيد التطوير والعالم ينتظر الخبراء لحل الأزمة بشكل نهائي وعودة الحياة إلى طبيعتها